السلام عليكم ورحمة الله اهلا وسهلا بيكو ازايكو يا حلوين يا رب تكونوا بخير انا بقى لي فترة طويلة ما طلعتش وما عملتش فيديوهات انا اسفة بعتذر بجد بس اقصبع عني ودي الوقت وانتو عارفين بجد ما يكون في طفل صغير الدنيا بتبقى صعب ازاي والوقت بيبقى علينا صعب فاعذروني بس النهاردة جيت لكم بحاجة بجد كويسة اوي هتفيدكم ان شاء الله يعني اه هي تطبيقات من على المتجر اه تطبيقات تلات تطبيقات حلوين اوي بينفعوا في التخاطب جدا اه نفس الشغل اللي انا كنت بشتغله ده بس لقيتهم موجودين في تطبيقات على الموبايل فسهلين وسهلين احنا نستخدمهم يعتبر كروت التخاطب كلها الكروت الضمنية يعني لو حد حتى ما بيروحش تخاطب او ما بسبب الزروف او بسبب المشاوير البعيدة او 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 فالتطبيقات دي هتساعدوا جدا في موضوع التخاطب انا عندي التلات تطبيقات دول انا عرفتهم بصراحة من خلال جروبات الامهات بتاعت التوحد في اتنين عرفت التطبيقين منهم وفي واحد انا كنت منزله قبل كده قديم بصراحة ما كنتش بنشتغل عليه كتير بس دقيته برضو مفيد يعني فانا هعرض لكم التلات تطبيقات دلوقتي اه تشوفوهم ونزلوهم وان شاء الله ينفع ولادكو وينفعوا سليم يا رب ابني دعواتكو لسليم ربنا يطلق لسانه بالكلام يا رب عجلا غير ويطلق لسان ولدكو يا رب ويجعلهم كلهم من حفظات الكرآن الكريم امين يا رب العالمين هوريكو دلوقتي هنحمل التطبيقات ازاي اول حاجة هندخل على المتجر او اللي هو لو انتم عندوكو بالانجليش هيبقى ما اللي اسمه بلاي ستور اهو بلاي ستور هدخل عليه انا همحملهم كلهم على الجهاز بس هوريكو بس طريق تحملهم هنكتب ايه وتاخدوا يعني سكرينشوت من الاسم كل تطبيق اول واحد اسمه التواصل التوحد هو ده الشكل بتاعه بالزبط التواصل التوحد التواصل شرطة كده او داش صغيرة وجنبها كلمة التوحد هو ده بالزبط الايه الصورة بتاعه هتخدوا سكرينشوت عشان تبعارفين شكل التطبيق نفسه انا طبعا ظاهر لي هنا اوبن يعني افتحي عشان انا قريدي منزلها التطبيق انتو هنزلكو نستقول ان هي نصطة او تسطيب بالعربي او تثبيت بالكلمة تثبيت بالعربي تنزلوا التطبيق عندوكو دي طريقة نزول التطبيق دي اول حاجة التطبيق التاني اسمه التطبيق التاني اسمه كلماتي اسمه تطبيق كلماتي او كتبه كلماتي هو مش اول ما حدا لأ هو مكتوبه هو كلماتي تعليم الاطفال الكلام هو ده بالزبط اخدوا برضو سكرينشوت من الشاشة عشان تعرفوا شكل التطبيق بالزبط هو مكتوب كده كلماتي تعليم الاطفال الكلام برضو هنبدأ ايه ننزله انا منزله برضو فخلاص مش هنزله في تطبيق اخير بقى اسمه هكتب فوق التخاطب هيتلع لي عشان مش فاكرة اسمه حاليا هو اسمه اه اسمه كروت تخاطب اهو اكتبه برضو خدوا سكرينشوت منه اسمه كروت تخاطب مصورة ناطقة من دار الحكمة يعني بقيت اسمه هو ده بالضبط البننامج التالي هم تلات برامج بس كلهم احلى من بعض بصراحة كده هم تلات برامج دول خدوا برضو سكرينشوت هنخرج بقى وهفتح لكو كل كل تطبيق هتشوفوا وعلى فكرة فيه تطبيق منهم حل وقوي لاني لقينا فيه لهجة غير اللهجة المصرية لقينا فيه لهجة سعودية ولهجة اللغة العربية الفصحى يعني لو حد عنده مشكلة كنا بنحكي دي الموضوع ده مع دكتور اهاب قبل كده نحن عايزين نحاول الفيديوهب بتاعتي للهجة تانية عشان فيه طبعا دول العربية بتتبع مع دكتور رهاب كتير فطبعا مش بيفهموا اللهجة المصرية فبيبعزين اللهجة بتاعتهم سواء العراقية او من ليبيا او من اي دولة اخرى فانا لقيت على التطبيق ده هوريهولكو دلوقتي هو اسمه تطبيق كلماتي هنفتحه اول واحد عشان هوريكو الكصة واقعيا يعني بس الاسف هو ما فيهوش بقية اللهجات ياريت انتو تدخلوا مثلا بعد ما تحملوه تكتبوا مثلا في الريفيو على التطبيق ده ان انتو عايزين مثلا لهجة تانية مثلا باللهجة بتاعتكم فطالما عاملينه عاملينه بطريقة حلوة قويا هو اسمه ماي ووردس او كلماتي هو ده هفتحه اهو او ده شكل البرنامج اهو اول ما تفتح اسمه كلماتي المجموعات الضمنية بقى كلها موجودة الخضروات الفتحة الطعام اه اجزاء الجسم هننزل تحت كده فيه افعال في الحيوانات في الطيور في المنزل في المواصلات مثلا هيفتح سي اي حاجة مثلا نفتح مثلا الفواكه تمام تفاحة مش عارفة الصورة واضحة قدامكم ولا الصورة مش ظهرة عموان انتو ما تتجربوا البرنامج هتظهر عايزين تعيدوا الاسم تاني هتدوسوا على الصورة مرة تانية باديكو او هتلمسوا الصورة تفاحة عشان يقرر الكلمة تاني طيب موزا بورتغالة عينب طرولة بطيخ كده اللهجة المصرية هتجوه هنا من علامة الاعدادات اللي على الشمال اللي فوق على الشمال هتلاقوا هنا اللهجات تحت هي مكتوب اللغة فيه اللغة الانجليزية وفيه اللهجة المصرية وفيه اللهجة العربية الفصحى وفيه اللهجة السعودية مثلا نجرب اللهجة السعودية او الخالجية ونفتح برضو الفواكه تاني هنا مثلا نشوف الحاجة المتغيرة عننا مثلا بطيخ مثلا هنا اسمه ايه فده باللهجة الايه السعودية مثلا ممكن نجرب في اجزاء الجسم هنا فم عين شعر خشم اذن ماشي لو احنا جربنا باللهجة المصرية هيتكلم بقى لهجة مصرية عم شاوله فم هيقوله بق بق عين شعر منخير ودان فهو حلو قوي في موضوع اللهجات بس للأسف هو مفهولش غير اللهجة المصرية واللهجة السعودية او الخليجية فممكن تعمله ريفيو او تعليقات على الابليكيشن دوت ممكن بعد كده يعمله التحديث عليه وينزله لهجات تاني هيبقى مفيد لنا جدا قوي فدي فيها مجموعة الكروت الدمنية فيه من ضمن مثلا تماطم مثلا فيه يعني ألعاب مع الشكل هو بيعرف الصورة هي فيه مثلا لعبة لو انا عايز ألعب بدوس على كلمة ألعب على اليمين هي تحت تحت الصورة اختار تماطم بيقولك بقى تختار يعني منعلم الولد مثلا فين التماطم فهن نختاره على الصورة الصحة لو دوسنا طبعا غلط هيقول غلط مثلا فيه حاجة تانية الشكل وظله برضو دي من دولة تماطم الألعاب يعني مثلا يختار الصورة والظل بتاعها برضو حلوة قوي تماطم يعني يختار الظل بتاعها يعني برضو دي بتنمي برضو ايه يزدكاء عند الطفل شوية فاحنا برضو هنستثمر ان الولاد بيحبوا او متعلقين بالتليفون فممكن ندخل لهم القصة دي بدل ما يلعبوا بحاجات مش هيستفدوا بيها فندخل لهم الكروت الدمنية دي في وسط الايه العلاقة بس نبقى عادين معاهم بقى ونشغلهم يعني ده اول كده برنامج او اول تطبيق اسمه كلماتي التطبيق التاني بقى هنطلع من ده التطبيق التاني قلتلكو اسمه التواصل التوحد ده برضو حلو جدا حلو قوي قوي وفيه حاجات اكتر كمان من كلماتي فيه حاجات مجموعة دمنية اكتر يعني ده كده في بداية التطبيق بصوا بقى عاملينه اول حاجة كلمة مفضل الحاجات اللي انا هاختارها تبقى مفضلا بالنسبة لي بعد كده فيه مثلا معززات المعززات مثلا رفتحناها في بقى كل حاجات الحلوة اللي الولاد بيحبوها الشيبسي والشوكولاتة والعصير والكيكة والحاجات دي كلها في شار مثلا كلمة انا عاوز انا عايزين نعلمهم كلمة انا عملنا قبل كده فيديو اللي هو ايه كلمة انا عاوز دي الحاجات الاساسية اللي هو عايز اكل اشرب اغسل ايه دي عايز ادخل حمام الكلام ده كله فالبرنامج ده حلو قوي في الموضوع ده ان احنا نختار مثلا انا عاوز بعد كده نختار انا عاوز عايزين نمسح تاني واحدة دي فندوس على علامة الباسكت دي نمسح ونختار من الاول انا عاوز انا عاوز مثلا نختار هو مثلا عايز ياكل فنختار اكل اكل يبقى نقراها على بعض دي هندوس في اول صورة انا عاوز اكل بعد كده تاني صورة كده يعمل له الجملة فاحنا بنعلم الولاد كده ان هو ايه يدوس على اول حاجة هيقول انا عاوز انا عاوز بعد كده تاني صورة ادوس اكل اكل مثلا انا عايز حاجة تانية انا عايز انا عاوز انام مثلا انام هنمسح كله ونختار تاني انا عاوز انام بعد كده انام انا عاوز انام اهو لما بدوس تشغيل في علامة التشغيل اللي في النص بعد الاكس دي في علامة التشغيل هدوس عليها يقول الجملة على بعضها. انا عاوز انام. انا عاوز انام. تمام? عايزين نمسح ونعمل الجملة جديدة. بقى هندوس على علامة البسكت. هيمسح كله. ونعمل حاجة جديدة. انا عاوز انا اشرب. انا عاوز اشرب. تمام? هنمسح دي. مسلا ندخل على المشروبات. هو جاي بقى المشروبات كلها. اللي موجودة عندنا. بعد كده الالعاب. جاي بالالعاب كلها المكعبات والكل حاجة موجودة. اجزاء الجسم. اجزاء الجسم. كتبها كلها. الملابس. ملابس. الاشخاص. اشخاص. ولد بنت رجل امرأة طفل. الافعال. افعال. يغني. يعتص. يغسل سنان. الافعال بقى اللي موجودة موجودة حاجة كتير جدا. الاماكن. اماكن. برضو حلو قوي قوي. قوي البرنامج ده حلو جدا يعني. في دي بقى حاجة داخل البيت. سطارة واللمبة. الساعة الباب. شباك. كل الكلام ده. اجهزة كهربائية. في مثلا. الاجهزة الكهربائية. في كائنات حية. في مواصلات. في آلات موسيقية. في مشاعر. في انا شايف. في الوان. صفات. اتجاهات. انا سامع. اصوات الحيوانات كلها. اصوات المواصلات. الفلوس. فالبرنامج ده حلو قوي برضو. يعني. حلو جدا في الموضوع. ان هو كمان يعلمهم يكونوا جملة. ده كده البرنامج التاني. في بقى برنامج. وبيدي نصايح كمان. يعني مش عارفة هو ده اللي فيه نصايح. لوليه الام. او اللي هو كلماتي. يعني ان تدخلوا على البرامج وهتكتشفوا فيهم حاجات حلوة كتير. اخر تطبيق بقى. هو اللي اسمه آآ كروتة التضامن ده. هو ده البرنامج اللي انا كنت منزله قبل كده. هو برنامج آآ يعني تفصه قديم شوية بس فيه حاجات برضو حلوة. يعني فيه حاجات حلوة. دخل للبرنامج. يعني فيه برضو نفس الكروتة الضمنية. في الحروف والخضر والفكهة وأجزاء الجسم. ده بقى زيادة عليهم في الآخر في مجموعة قصص وفيه جمل وفيه أفعال. فالثلاث حاجات اللي تحت دول حلوين جدا. حلوين جدا جدا يعني. آآ يا مثلا الأفعال فيه بقى اللي هو ايه آآ يلعب مثلا. يلعب. هنرجع تاني. مثلا هنجيب جمل. الجمل طبعا عايبق فيها حاجات كتير فيها جمل متنوع كتير قوي. يعني الجمل كتير قوي في البرنامج ده. ده أحلى حاجة في الموضوع. مثلا ولد بيسرح شعره. نختار الجملة دي مثلا. الولد بيسرح شعره. عايزين نقرر ندوس تاني على علامة العلامة على الشمال دي الماكروفون ندوس عليها. الولد بيسرح شعره. نقرد نقرر مسلا ندوس عليها. الولد بيسرح شعره. مسلا فيه ايه تاني. في جمل بقى كتير جدا. فبرضو دي شغل تخاطب حلوة قوي. آآ بنت مثلا بتشرب لبن. البنت بتشرب لبن. كمام. في دي كمية ايه؟ جمل موجودة. فالولد بيأكل تفاحة مسلا. ولد بيأكل تفاح. تمام. ولو عايزين نقررها بندوس على المايكروفون كزا مرة. بيعد يقرر الجملة كتير قدامنا. دي حاجة. الحاجة الاخيرة مجموعة القصص. حلوة بقى لانها مرتبة. فحلوة جدا دي بقى. مسلا لو اخترنا اي رقم. نختار مسلا رقم واحد بصه. يعني هو عاملين قصة البنت والموزة. يعني البنت الاول اخدت الموزة فهو بندوس على اول جملة. البنت اخدت موزة من الطباق. وقشرت الموزة. واكلتها. شايفين يا جميعني هو جاي بافعال مرتبة او مسلسلة. في حاجة مجموعة دونية كده اسمها الافعال المسلسلة المتسلسلة. هي يجيب لك الفعل يعني هي الاول حاجة اخدت الموزة من الطباق. بعد كده اشرت الموزة. بعد كده كلت الموزة. فده حلو قوي قوي البرنامج ده في الموضوع لو حد بيقول جمل يعني. لو حد من الولاد بيقول جمل. مسلا نختار حاجة تانية. هنا مسلا الولد بيلبس الكوتشي والشراب. الولد جاب الكوتشي والشراب. ولبس الشراب الاول. وبعد كده لبس الكوتشي. بس يا جماعة بصوا بقى في كذا حاجة في. بعد كده لبس الكوتشي. مجموعة تسلسل الاحداث دي حوالي اربعين. اربعين صورة يعني. وفيها احداث بقى متسلسلة. مع الحيونات بقى مع المهن. مع الاجهزة المنزلية. كل الحاجات الضمنية اللي موجودة. بس بقى كلهم محتواهم واحد. بس فيهم حاجات طبعا في كل واحد. يعني كل برنامج متمايز عن التاني في حاجة. فهي دي الفكرة. يعني خدوهم كلهم. نزلوهم كلهم. هيستفادوا الولاد بهم اكيد يعني بالصور المتنوعة بين كل بتطبيق وتطبيق. فجربوهم مع الولاد. وان شاء الله ان شاء الله يا رب ينفعهم. لو انا فعلا اصرت في الفترة دي وما قدرتش عمل فيديوهات. فاليا رب الفيديوهات دي او التطبيقات دي تعجبكوا وتقدروا تستفيدوا بها مع ولادكو. حتى لو ما قدرتوش فترة او اقعدتوا فترة من التخاطب تشتغلوا معهم انتو في البيت. ويا رب جميعا يطلق لسانهم كلهم بالكلام. هم وابن يا رب. وشكرا ليكو. جزاكوا الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله. اشتركوا في القناة